بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين شوف أخويا وصلتني هذه الرسالة عبر الواتسات وإن شاء الله قد نقرأها وانتم أحلى القرآة نقرأها وصلا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومغفرته ورضوانه وأجر كريم يا شيخنا أجر كريم وليكم اجمعين أنقل إليك كلاما وصلني هو ينقل إليك كلاما وصله أنقل إليك كلاما وصلني من العديد من الإخوة المسلمين في بلدان شدة يمكن هذا رأى عندي تواصل كبير مع المسلمين في العالم وأن تبعون الله أقدر على النصح وإصال النصيحة وتفعيلها واسمه هذا الشيء الذي يقول لي الكثيرون يقولون الأظهر قادم لكن عند مواقف الجد لا نجد شيئا ولا أثرا للأظهر الشريف ما الذي يمنع شيخ الأظهر وهيئة كبراء وهيئة كبار علمائه من التوجه بأشخاصهم بذواتهم ومعهم الناس كما فعل الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله يتوجهون إلى الحدود إلى معبر رفع لفك الحصار عن إخواننا وأهلينا من المسلمين فمجرد تواجد أولئك العلماء بقيادة شيخ الأظهر يعيد للأظهر في هذا الوقت وزنه ويكون له الوزن الذي يستحقه خاصة أن للأظهر نفسه فرعا هناك الناس كثير ما ينومون الوهابية نقول لك اسمهم المداخلة على مواقفهم المخزية من الأحداث فما الفرق إذن بين مواقف المخذلين من علماء المدخلية وموقف الأظهر في هذا الظرف العصيب الذي تحتاج فيه الأمة إلى قيادة العلماء مسألة تحرير الأمة ما موقف الأظهر الآن الفعل والعلم والعمل والقضاء وفيما يخص الفتاوى تجاه إنشاء مركز تكوين ها واي تكلم عن مركز يعني قالوا واسمه هو إن شاء الله تعالى القول جيله الفصل والفتوى في مركز تكوين الذي أقيم مؤخرا في القاهرة القاهرة في أربعة خمسة في بلد الأزهر وقرب الأزهر فيختم الرسالة يقول يا عبد الله رحم الله الأزهر فقد غلب نابوليون أوروبا ولكن الأزهر غلبه أنا واسمه قال لي قالك زعمها باش أتبلغوا كذا وزعمها والأزهر خصو يقوم بالضبط الأزهر خصو يقوم بالضبط واش يخصو له لا الغاز يقوم بالضبط علاج لأنهم العلماء ولأنهم هم الذين يمثلون أهل السلة في العالم الإسلامي زيد وكذا غير الأزهر والقراويين زيد الزيتون هذو ثلاثة معروفة معروفة ماذا يقوم بالقراويين أو الأزهر القراويين لخرج العلماء خرج الأسد بالفراط الذي فتح سقنلية من علماء المالكية والزيتون ها تونس هذ العلماء فرهم ولذلك بالنسبة للفتاة وانت على الأزهر كاينة وما كاج وتصرحة تعمل كاينة وما كاج كاينة يعني الأزهر هو المتقدم في مسألة الفتاوى التي تفتي بوجوب دعني إخواننا هذا لا حق هذا معنا ما أقوله ياك ياك واحتفظ قضية مع مركز تكوين بدأ الأزهر يتململ وحديث كثير من علماء الأزهر على أن هذا الأمر ورهم غادي قاع كاين يجري إجراءات باش يوقفوه إجراءات قضائية الآن إن شاء الله تبارك وتعالى بغيت والله أصدر يدير شي حاجة أكثر من هذا الشي ويخرج العلماء ويمشون الله رفح بغيته هذا شيء بغيته أصدر إحنا بغينا نحن كمسلمين نريد للإمام أن يكون أمامنا وأن يحيي سنة الإمام العز الدين الإمام العز بن عبدالسلام ويتقدموا الناس ويمشي الشميدر هاتش هاتش هو مبتغانة وهذه رسالة ننوصلها سيديانا إلى وصلت ها نحن هنا نلتمس من الشيخ الأزهر ومن علمائه ومن علماء المغرب وعلماء التونس وعلماء الجزائر وعلماء السعودية وعلماء البحرين وعلماء اندوليسيا وعلماء الغرب والشرق أن يجتمعوا ويتوحدوا ويخرجوا بموقف موحد بفتوى علماء المسلمين في العالم وإجراءات ولقاءات مع الدول مع رؤسائها هذه هي غايتنا هذا هو مبتغانة هذا ما نريد من العلماء وهذا الشيء يتحقق ولم يتحقق إن شاء الله إلا كان يتحقق ولا كاني استمحوا لي زوجة قائقة تعرف شي منين هنا نشوف صورة الشيخ الأزهر مع ذوك حزبة الزور يحضرون للانقلاب على الرجل الذي قال لن نترك غزة وحدها وقال لبيت سوريا ضد الروافل وذهب إلى طهران فصلى على النبي وترضى على أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الرجل الذي تحرك العالم حينما قال مصر اليوم ليست كمصر للأمس لا ينزل على رأي الفسدة وانتخب من قبل الشعب في أول انتخابات نزيهة شهد لها العالم بالنزاها منذ محمد علي أول رئيس منتهب وأنت تحضر لإسقاط تعرفوا علاش أو ما تعلموش أهلاك لأنه ليس منتخبا من العلماء ولكن معينا من السلطة الرسمية وما دامت هذه القلاع الدينية التي كانت تحدث التغيير العميق يعين هؤلاء من قبل الحكام ويعطونهم الأجر ما بقاش يخصوك ما بكرمنا منها زي فلا تنتظروا شيئا كثيرا من ذلك وصلى الله على حبيبنا هذا السيد هذا إن شاء الله تعالى وقع